اشتركوا في القناة يعني هلمح للسؤال وهقول اجابة صغيرة لصاحب السؤال وهاخدوا السؤال ده انقلوا للمسؤولين اللي في الاسرة الجامعية دي الصاحب السؤال بصرف النظر هو بنت او ولد بيشتكي بيقول ان الخدمة في الاسرة الجامعية اللي عندنا في اسرتنا متقسمة بطريقة ان مثلا الخدام اللي في سنة رابعة هم اللي بيخدموا في سنة اولى ويجوا للخدام اللي في سنة تالتة يقولولهم يا جماعة حاولوا تكونوا اصدقاء وتجيبوا الناس للأسرة وما بيقولوش ان دول خدام وما تقولوش ان دول خدام لان الناس هتداق منكو لو قلتوا انه كنت خدام فبعضهم بيتصاحب علينا كاصدقاء ونفتكروا ان هو جاي صديق لينا وبعد ما نفتح قلبنا نكتشف انه كان مش صديق لينا ده كان جسوس علينا لان احنا فتحنا قلبنا وتكلمنا معاه وده ما يصحش والناس دي يعني الحقيقة اخطاقها واحد اتنين تلاتة اربع بالرغم من شكويتك لكن انا شايف بعض الامور الايجابية ايه الامور الايجابية ان فعلا في بعض الاحيان الخادم اللي بيخدم في جامعة لو قال ان انا خادم الولادة هترفضه وانت جاي تعمل خادم علينا ده انت دفعتنا امشي 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 فبيبتدي يلجأ لنوع من انواع الحيلة الروحية وانا شايف انت مش غلط ان الله يعلن عن جوهره كخادم لكن يجي ويتكلم عن ربنا وتعالوا يا جماعة نحضر مؤتمر مع الاسرة تعالوا يا جماعة نحضر خروجة مع الاسرة تعالوا يا جماعة نحضر اجتماع مع الاسرة احنا عندنا حتى في الكنيسة بنختار بعض الناس المتميزين ونقولهم انتم ليكم دور افتقادي وتشجيعي للناس ما بنقولهمش يعملوا ايه او يصحبهم او ما يصحبهمش لكن بنقولهم انتم عليكم دور لان كلنا مسؤولين من بعض فالحقيقة انا مش شايف ان هما غلطوا قوي لان انا شايف الاسرة الجامعية دي لها اكتر من هدف تدور على البيعيد خالص عن الكنيسة نمرة اتنين تحافظ على ولادنا وبناتنا من العلاقات العاطفية المختلطة اللي ممكن تجيب كوارث بعد كده فلما ولادنا يبقوا تحت عنينا ايه المشكلة انت مش عاجبك الخدمة معاهم اكتفي يا ستي بكنيستك لكن انا مش شايف ان الموضوع بالسوء اللي انت شايفاه ومع هذا علشان انا حاس انك انت مجروحة في سؤالك فانا اوعدك ان سؤالك ده زي ما انت كتبتيه وما فيوش اسماء ولا اي حاجة انا هبعته لامين الاسرة دي وان كنت انا معرفوش لكن هبعته علشان يشوف الشباب بيحسوا بايه واذا كان في بعض الحاجات اللي ممكن يعني يعدلوها يعدلوها لكن انا شايف انك انت في حتة تحامل شوية لان هما مش قصدوهم كده هما قصدوهم يجزبوا الناس لربنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر